محمد طيب قصف هو الأعنف من قوات النظام والميليشيات الإيرانية يستهدف أحياء درع البلد قصف بعشرات صواريخ والقذائف المدفعية على منطقة مأهولة بالسكان بعد انهيار الاتفاق بين النظام واللجنة المركزية القصف أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين إضافة لأضرار مادية كبيرة في ممتلكاتهم وخاصة الجامع العمري الذي قصفته قوة النظام بصاروخ أرض أرض أدى لدمار واسع فيه بحسب ما ذكر مراسل حلب اليوم قائد القوات الروسية في سوريا أبلغ وجهاء محافظة درع بوقف مؤقت لإطلاق النار حتى صباح يوم الاثنين وهدد في الوقت ذاته بالتدخل إلى جانب النظام في حال عدم تنفيذ مطالب النظام الأسد بحسب تجمع أحرار حوران عدنان المسالمة وهو الناطق الرسمي باسم اللجنة التفاوض قال إن القصف على درع جاء بعد مغادرة وفد وجهاء المحافظة مباشرة المسالمة أكد لشبكة نبأ أن اللجنة لم تتوصل لاتفاق حول المدينة مع استمرار إصرار النظام على شروطه شروط تقتضي بتهجير أشخاص من درع منهم أعضاء في اللجنة التفاوض وعلى رأسهم عدنان المسالمة وعبد الناصر المحاميد دولياً المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جويل رايبورن انتقد الصمت الدولي إزاء ما تشهده محافظة درع من تصعيد وتحضيرات لتهجير جماعي تهجير وصفه بجريمة الحرب تحت مسمى المصالحة برعاية روسية عربياً وصفت الخارجية القطرية الهجوم على درعب الوحشي واعتبرته امتداداً لسلسلة الجرائم النكراء التي ظل يرتكبها النظام في حق الشعب السوري خلال السنوات الماضية أما الائتلاف الوطني السوري فقد وجه على لسان رئيسه سالم المصلت تحذيراً للدول العربية عبر صفحته في تويتر حذر من مغبة السكوت على المشروع الإيراني بموافقة روسية في جنوب السوري انطلاقاً من تهجير أهالي درعب